اصدر وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتشكيل لجنة مركزية لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو للعام الف وتسعمائة تسعة وثمانين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة دكتور طيب حسن شيخ دريس وعضوية آخرين وحدد الوكيل اختصاصات ومهام اللجنة ومن أبرزها توصية الجهات المختصة بإنهاء خدمة أي شخص بالمؤسسات المعنية حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام نفوذ بجانب التوصية بإعفاء أي موظف أو مسؤول في أي من الأجهزة الواردة في المادة سبعة ألف وبا من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كما شملت تحفظ على ملفات العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتأمين أماكن حفظها وترتيب وحفظ الملفات فضلا عن مهام الوقوف على قوائم أسبقيات العاملين وأسس الترقي ومدى الالتزام بها والتوصية بمعايير تضمن عدالة الترقيات وحفظ الأسبقيات طيبة لحياة طيبة